حرق القرآن الكريم يحرق قلب الحسين حسينيون حتى الظهور الحسين عليه السلام ذلك القرآن الناظر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأعظم الله تعالى لكم الأجر والثواب في عشوراء السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أحبائي في ذكرى الحسين عليه السلام يتجدد العزاء ويتجدد الحزن ويتجدد انتهاك حرمة الإسلام وحرمة القرآن الكريم وتعرفون جيدا أن هذا الأمر ليس جديدا يقول يتجدد لأنهم يريدون بحرق نسخة من القرآن يعني هو المصحف هذا المصحف الذي بين يدينا هذا الموجود هو الذي يحرقونه لكنهم ينوون ويعملون منذ سنوات طويلة على حرق مضمون هذا القرآن ما في هذا القرآن الكريم من أوامر تدعو إلى التقوى وتدعو إلى تعبيد الناس لله الواحد القهار أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك يريدون هذا الموضوع ولعلكم تلاحظون أنه قبل وبعد الإساءة للقرآن الكريم كان هناك تركيز واضح على ما يسمى بمجتمع الشواذ هنا في الغرب الآن يتكرر هذا الحديث لأنهم يريدون أن يروج أن تسوق المفاهيم السيئة والمفاهيم الفاسدة التي انطلق الحسين عليه السلام في ثورته في عاشوراء لكي يصلح المجتمع ولكي يسجل في حركة التأريخ أن هذه المفاسد يجب أن تقاوم دائما فكل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء الإمام الحسين عندما يحرق هذا الكتاب في عصرنا فهو واضح تماما أنهم يريدون حرق قلب الحسين لأن الحسين والقرآن شريكان لا يفترقان الحسين وباقي الأئمة عليهم السلام لكن تحديدا الحسين عليه السلام أنتوا لاحظتوا قبيل يوم الغدير أسيئة للقرآن الكريم بشكل واضح لأن الولاية هي ولاية أهل البيت عليهم السلام وهي متصلة منذ علي بن أبي طالب وحتى الإمام الحجه أيضا الذي يلقب بشريك القرآن السلام عليك يا شريك القرآن والحسين أيضا وردت في عدة زيارات هذه الصفة أنه شريك القرآن أسيئة للقرآن لكي تتم التغطية على عيد الغدير والولاية التي بدأت بعلي بن أبي طالب والتي أرادوا قتلها ووعدها بقتل الحسين عليه السلام وثم الآن تتكرر قبيل عاشوراء وقبيل محرم الحرام من بعض أنه أيضا حتى ينشغل الناس بهذا الموضوع وتغطي القضية على أهمية إبراز الحسين وعلاقة الإمام الحسين بالقرآن الكريم وتعرفون جيدا الصلة المباشرة بين الثقلين فيما يتعلق بحديث الثقلين وهو كتاب الله والعترة العترة الطاهرة لن يفترقا من تقول شريك القرآن لن يفترقا وتعالوا شوي أرقوا نظرة على الإمام الحسين وكيف يحترق قلبه بالقرآن وللقرآن ومن أجل القرآن الحسين عليه السلام كان نطقه القرآن وهو كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان خلقه القرآن نوصف الرسول بأنه صلى الله عليه وآله وسلم بأن خلقه خلقه كان القرآن كان هو القرآن لدينا قرآن صامد وقرآن ناطق فالحسين هو القرآن الناطق والإمام المهدي في عصرنا هذا هو القرآن الناطق وما بينهما منذ الولاية ومرورا بالحسين عليه السلام وقبلها بالإمام الحسن عليه السلام حتى الإمام الحجة بن الحسن هم شركاء القرآن يريدون بالإساءة للقرآن للمصحف الشريف حرق القرآن من الداخل يعني حرق قلب الحسين وقلب الإمامة والولاية وكل ما يتعلق بالإسلام الإسلام الدين الإسلامي وأن الدين عند الله الإسلام وشوية يعني فالتفاته بسيطة طبعا تلاحظون التركيز على العراق لأن العراق عاصمة الحسين لأن في العراق زيارة عشراء لأن في العراق زيارة عشراء لأن في العراق زيارة الأربعين ليش التركيز على العراق ليش واحد يروح بالدنيمارك أو مجموعة تروح بالدنيمارك وتحرق القرآن مصحف يعني هذا المصحف أمام السفارة العراقية وليش تكرر الأمر أمام السفارة العراقية في السويد لأنكم يا أهل العراق أهل الحسين عليه السلام عندكم مقام الحسين مقامه بكل ما تعني الكلمة من معنى وهذه الالتفاة الأخرى إيش قد تهم شيعة الحسين بأنهم يقولون بتحريف القرآن مع أن الله سبحانه وتعالى وعدنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون الله حفظ القرآن وحفظ ما في القرآن وحفظ مضمون القرآن في اللوح المحفوظ ولا يمسه إلا المطهرون هذا القرآن المتجسد بأهل البيت عليهم السلام ونحن الآن في عشرة لكن من الذي انتفض أقول أكثر من غيرهم العراقيون والشيعة عموما أتباع مدرسة أهل البيت انتفضوا لحرق نسخة من القرآن لأنهم يعرفون جيدا أن هناك خلف الكواليس أهدافا أخرى كبرى لوعد القرآن وحملة القرآن الحسين عليه السلام دائما عندما يتحدث كان نطقه القرآن وكان هو القرآن الناطق مثلا لما وجد الحسين عليه السلام مروان بن الحكم في طريقه ذات يوم فأراد منه مروان أن يبايع الإمام الحسين أمير الفاسقين يزيد ولما كشف له الإمام عن معايب يزيد غضب مروان من كلام الإمام الحسين ثم قال والله لا تفارقني حتى تبايع ليزيد صغرا فإنكم آل أبي تراب شوفوا الحقد قد ملعتم شحناء وأشربتم بغض آل أبي سفيان وحقيق عليهم أن يبغضوكم فقال الحسين عليه السلام إليك عني فإنك رجس وإني من أهل بيت الطهار وقد أنزل الله تعالى فينا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والتحق الحسين عليه السلام بقبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبكي تماما كما فعل أبوه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما هددوه آنذاك بالقتل إن لم يبايع هذا علي وكان بإمكانه أن يفعل ما يشاء فالتحق بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي ويتل الآية الكريمة وقال ابن أمي كلام أخو موسى عليه السلام قال ابن أمي ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني قرآن فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين هارون فلما خرج من المدينة ليلة الأحد ليومين بقيها من رجب سنة ستين خرج ببنيه وإخوته وبني أخيه وجل أهل بيته عليهم السلام إلا محمد بن الحنفية أخذ يتلو هذه الآية فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين وهكذا وهكذا حتى ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل عندما وصل مكوة وهكذا إلى آن حصلت الواقع في عاشوراء كان هو وأصحابه أيضا كانوا يستشهدون بالقرآن الكريم فمثلا وأختم أن حمضل بن أسعد الشبامي قام بين يدي الإمام ونادى بأعلى صوته يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل الله فما له من هاد يا قوم لا تقتلوا حسينا فيسحتكم فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى كله من القرآن الكريم فقال الحسين يا ابن أسعد رحمك الله إنهم قد استوجبوا العذاب حيث ردوا عليك ما دعوتهم إليه من الحق فإن محبة الحسين تستوجب أن نرتبط بالحسين وبالقرآن الذي من أجله ثار الحسين عليه السلام حسينيون حتى الظهور نحن بالفعل يجب أن نكون حسينيين حتى الظهور وأن يكون هذا القرآن الذي بين أيدينا كما كنا نفعل في شهر رمضان عندما نرفع القرآن على رؤوسنا رفع المصاحف في أدعية ليالي القدر تحديدا أن يكون هذا القرآن هو منها جناء الواضح والصريح في هذه العجالة أود أن أذكر لكم أشياء كثيرة أنا قلت لكم في المحور الأول بأنهم يريدون حتك القرآن من الداخل هذه بدايات أن نألف هذه المعصية ونسكت عنها وبالتالي هم يقومون بفعل المزيد 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 فيما يتعلق بمضمون القرآن الكريم لكن علينا أن نفهم جيدا حتى ونحن نحيي طقوس أيام عشوراء وبحرم وأمامنا زيارة الأربعين علينا أولا الحسين بدون القرآن يعني القرآن أيضا بدون الحسين يعني يجب أن لا يفترق وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه والحتمية التي يجب أن تكون هذه حتمية وصية الرسول هي نبوءة ولبوءة الرسول تحققت وتتحقق من نقول لن يفترق نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يفترق حتى يرد علي الحوض يعني هذه الإمامة باقية والإمامة باقية سواء في الغيبة غيبة الإمام الحجة متصلة بالمراجع العظام نواب الإمام وهذا يجب أن نكرس ووضح علينا أن نستغل ونستثمر ما فعلوا بالقرآن لكي نعود للقرآن هم فعلوا ما فعلوه كما قلت لكم بالمصحف بنسخة من القرآن الكريم من المصحف لأنهم يريدون القرآن نحن علينا ماذا أن نفعل يجب أن نعد العد نؤسس المؤسسات المنظمات الجماعات التي تدعو إلى تطبيق القرآن كما نقول أهل البيت واحدة من أهم موضوعات التطبيق هو الرد الرد على الشبغات أولا أن نكون نحن أيضا كما الحسين نكون حسينيين يعني قرآنيين حتى الظهور نهيئ الأرضية نهيئ الناس نمهد لظهور الإمام الحجة بن الحسن بطرق مختلفة تعالوا نفكر تعالوا شوفوا سماحة آية الله العظمى المرجع الشهيد السيد محمد باقر الحكيم التفتوا منذ سنوات طويلة حتى عندما كان يدرس قدس الله نفسه الزكية في كلية أصول الدين في بغداد كان يدرس القرآن الكريم يدرس أصول القرآن يدرس مفاهيم عن القرآن بل يرد الشبهات ألف الكثير وكتب الكثير عن كيف يمكننا أن نرد هذه الشبهات حول القرآن الكريم وانت من التريد تحافظ على قداسة القرآن الكريم خير الناس لازم يعرفون هذا القرآن ليش مقدس بولي أنه فقط نزل من الله سبحانه وتعالى هذا صح هذا واحد من الأسباب الأساسية بس لأن هذا القرآن المقدس فيه صلاحكم ولهذا ثار الإمام الحسين عليه السلام فكتب المرجع الشهيد الراحل المرجع الشهيد الراحل السيد محمد باقر الحكيم العديد من المقالات ومن الدراسات وحتى كتب كتبا منها مثلا المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن الكريم أنا أذكر والله عندما كنت في المتوقف الثانوية كنت أدرس أدرس شخصيا ملازم كانت تجيني من كلية أصول الدين عن طريق أحد تلامثة المقربين المقربين لديه آنذاك المرحوم الشهيد عبدالأمير البدري كيف كان سماحة الشهيد السيد محمد باقر الحكيم كان يريد أن يربي جيلا أصحاب الأكاديمية دروس أكاديمية بعد ذلك حتى وهو يقارع نظام صدام القمع الدكتاتوري الذي حارب الإسلام والقرآن وحارب كل من يريد أن يطبق القرآن أيضا كان حريصا سماحته ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق كان حريصا على تدريس القرآن الكريم والتركيز على موضوع الشبهات التي يثيرها المستشرقون وبعدها أصبحت مع كل الأسف مادة بيد الكثير ممن تأثر بهؤلاء المستشرقين حتى من المسلمين ليثيروا شبهات حول القرآن حول إعجاز القرآن ومثلا يذكر يقول لقد أثيرت حول إعجاز القرآن الكريم من قبل المستشرقين والمبشرين اللي يدعون للنصرانية طبعا شبهات كثيرة نظرا لأهمية هذا البحث وعظمة الأهداف التي يحققها وقد عرفنا في بحث إعجاز عند سابقا بحث تحت عنوان إعجاز القرآن الأدلة التي يمكن أن نستنتج منها أن القرآن الكريم ليس صنعة بشرية وإنما هو وحي إلهي وذكر سمحت أدلة كثيرة في هذا الموضوع وذكر شبهات كثيرة مثلا وحدة منها أن الإعجاز القرآني يرتكز بصورة رئيسة على الفصاحة والبلاغة القرآنية ونحن نعرف أن العرب قد وضعوا قواعده وأسسا للفصاحة والبلاغة والنطوق تعتبر هي المقياس الرئيس في تمييز الكلام البليغ من غيره لكن مع كل ذلك على كل هو يعني أدعوكم أحبائي أدعوكم إلى إيجاد حلقات درس ادرسوا كتب السيد محمد باقر الحكيم قدس الله نفسه الزكية وغيره ممن كتب عن القرآن الكريم بس أنا للشباب باقر الحكيم سووا هاي مدارس الحفاظ القرآن مو بس حفاظ القرآن يعني حفاظ قرآن يفهمونه بوعي أنا حقيقة في شهر رمضان الكريم التفتت إلى برنامج تبثه إحدى القنوات بالفارسي إيرانية باللغة الفارسية وفي حتى اشترك واحد من الشباب العراقيين من أهالي كربلاء في لجنة التحكمية مسابقة للقرآن الكريم بس حقيقة صعقت بالأطفال أطفال وخصوصا من الإناث إيرانيات طفلاء وحدة من هنا كفيفة ما تشوف مو بس حفظوا القرآن الكريم حفظوا القرآن بتفاصيل مذهلة تبطيها كلمة كلمة في القرآن كلمة كلمة وردت في القرآن تبطيك الصفحة وتبطيك المكان وتبطيك كم برة تكررت وتبطيها مفهوم 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 يا ناس هذول قوم فارس هذول الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الإيمان لو كان الإسلام لو كان العلم لو كان الدين رعيات مختلفة ومضامين مختلفة في الثرية للا له رجال من قوم سلمان الفارس قوم فارس تبطيها مفهوم مفهوم حول النهي مثلاً عن المنكر تعطيك كم آية وردت في القرآن وهي كفيفة أو طفلة صغيرة لم تبلغ بالرابعة اللي عمرها وهذا عمرها خمس سنوات أو أقل أبوها الشهيد في سوريا من رفاق الشهيد القائد قاسم سليماني وعندما استشهد والدها كان عمرها سنة شوين يربون شوين يهتمون في القرآن الكريم وليش الله بدحهم وليش أنتوا تحاربون يعني عندكم زيارة الأربعين وعندكم زيارة عاشوراء هاي القوى الناعمة التي يجب أن نستثمرها لتربية أجيال من الشباب من الفتيات من الفتيان يحملون القرآن روحا ونصا ومضمونا ويمشون على الأرض يمشون على الأرض ونهيئ للإمام الحجة بن الحسن العسكري حقيقة أنا لاحظت يعني من مدحك أمامك فذر في عينه التراب لكن المؤمن لا يكذب أنا صادق لاحظت في قناة الأيام الفضائية وربما شهادتي فيها مجروحة هذا العنوان هذا الهاشتاغ هذا العنوان الذي اختاروا حسينيون حتى الظهور حقيقة لفتني جدا وبحثت عنه عن مضمونه في الحسين عليه السلام وكيفية استثمار زيارة عاش والزيارات بشكل عام حتى الظهور فوجدت 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 هناك كنوزا كبيرة جدا لا يسعنا أن نتحدث عنها فأنا من هنا أدعوكم للبحث عنها وللتدقيق فيها لكي نمخد بالفعل لكي نصبح بالفعل كما أراد الحسين وكما أراد القرآن الكريم أن نمهد لصاحب الزمان لكي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا الحسين عليه السلام هو القرآن الناطق هذا الحسين عليه السلام كما قلنا كان هو القرآن وكان حديثه القرآن وكان خلقه القرآن حتى في يوم عشرة عندما داست الخيل على صدره الشريف وقطعته إربا إرباء السيوف كان يتمتم بالقرآن كان يذكر القرآن الكريم كان يدعو لأولئك الذين عصوا الله وانحرفوا عن الجاد وكان يريدهم أن ينضموا إلى قافلة الإصلاح عندما يقول الحسين عليه السلام لم أخرج أشرا ولا بطرا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي كان هو والمصلح كان مصلحا وكان قد أصلح نفسه وختم صلاحه القرآن عندما أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بالمناسبة هذا الموضوع أيضا يحتاج بحث يعني عدل الله عدل الله يقتضي أن الحسين مثل البشر لكن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم اصطفى مثل بقية بس اصطفاهم لأنهم طهروا أنفسهم فأكمل الله سبحانه وتعالى ذلك بالعصمة ذاكي اليوم شفت واحد يتساءل وعجبني حقيقة من يعني من غير الشيعة من غير مدرسة أهل البيت يقول يسألوننا لماذا أو لماذا يقول الشيعة بأصمة أهل البيت ومنهم الحسين يقول ائتني ائتني بمكان بموقف واحد لعلي للحسن للحسين نحن الآن في ذكرى عشرة ارتكب خطأ واحد لا اجتماعيا لا سياسيا ولا مع الله وين طولنا خطأ خطأ واحد ارتكبه علي من يتقول علي مع الحق والحق مع علي وعندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين يعني كل ما عندي هي في الحسين وين المعصية وين الخطأ الذي يمكن أن يرتكبه وولئك الذين يقولون بعصمة الرسول ولا يقولون بهذه الأصمة لأهل البيت ومنهم الحسين عليهم السلام يعترفون ضمنا بأن الحسين معصوم معصوم عن الضحاك بن عبد الله المشرقي قال فلما أمس حسين وأصحابه في يوم عشراء قاموا الليلة كله مقبلون على موت قاموا غير نتعلم من الحسين غير من نحن نحي مراسم الحسين وطقوس الحسين أن نقوم ونفعل كما فعل الحسين الحسين لم يترك الصلاة الإمام علي في وقع قاعة السيوف قالهم صلاة قال له عليها بوك الصلاة قالهم وعلى من وقاتلهم حتى يقيم الصلاة ويؤد من تقيم الصلاة يعني أنت أنت أقمت عمود الدين كما يفعل الحسين عمود من إذا قبلت قبل ما سواها ومن لم تنهو هذا حديث البيت عليهم السلام من لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر فلم يزدد من الله إلا بعد خلي نستثمر هذه الفرصة فرصة الإساءة للقرآن الكريم ونجي ندعو إلى قراءة المواضبة سأنت وأنت وأنا وكل واحد بينه تعالوا نواضب على قراءة القرآن يوميا كما يفعلون والحسين عليه السلام كان يقرأ القرآن ليلة مصرعه واستشهاده مع أصحابه يقول فلما أمسى حسين وأصحابه قاموا الليل كله يصلون ويستغفرون ويدعون ويتضرعون قال فتمر بنا خيل لهم تحرسنا وإن حسين ليقرأ ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب تخيل في ليلة عاشورة في صبيحة عاشورة في ضغر عاشورة الحسين يقرأ القرآن عليه السلام زين إن محبة الحسين ألا تقتضي منا أن نمضي على نهج الحسين الاقتفاء بأثره وبما فعل والاقتداء بنهجه لهذا نجد أن القرآن الكريم أحبائي ربط بين المحبة وبين الاتباع في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقد ربط الإمام الصادق عليه السلام بين حب الحسين عليه السلام وبين الخير فقال في رواية من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين عليه السلام وحب زيارته ومن أراد ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته وروي عن الإمام الباقر عليه السلام يقول وهل الدين إلا الحب وهل الدين إلا الحب روي عن الإمام الصادق أيضا عليه السلام قال اقرأوا سورة الفجر يا ناس اقرأوا سورة بس مو بستقرأها لا نفذ ما فيها كما فعل الحسين في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين عليه السلام فإنها سورة الحسين بن علي سورة الحسين بن علي من قرأها كان مع الحسين بن علي عليه السلام يوم القيامة في درجته من الجنة إن الله عزيز حكيم هذه رواية الإمام الصادق فالمثال الأعظم لهذه النفس المطمئنة التي خرجت في يوم عشراء وقدمت ما قدمت هي نفس الحسين عليه السلام فلماذا لا نتبع نهج الحسين وهو يجب أن نثأر للقرآن نعم يجب أن ننتقم للقرآن نعم يجب أن ننتصر للقرآن نعم لكن أن نفعل ذلك للقرآن مو ننتصر لنسخة من القرآن هذا هم مطلوب لكن المطلوب الأكبر أن ننتصر للقرآن لما في هذا القرآن لما في هذا القرآن لواقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لواطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم من هم أولي الأمر تعالوا شوفوا ابحثوا عن أولي الأمر منكم من مات ولم هذه الروايات مشهورة ومعروفة ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية من هو إمام زمانك هل الحاكم الظالم هو إمام زمانك وبالتأكيد لا زين هذا الحاكم الذي تقوله كثير منهم يقولون يا بتر أولي الأمر هم هؤلاء الحكام إذا ضربك وإذا ماذا فعل بك فيبقى أن تطيعه ويجب أن تطيعه زين والقرآن يقول وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم القرآن معصوم والرسول معصوم والعطف وأولي الأمر منكم يجب أن يكون أولي الأمر ممن لم يرتكب معصية مثل الرسول نفس الدرجة من هؤلاء هم أهل البيت وأهل البيت لا يفترقان لا يفترقون عن القرآن الكريم موجودون بالحجة ابن الحسن وبنوابه وبنوابه وأؤكد على موضوع نوابه نحن ننتصر للقرآن ونسيء للمرجعية أكو ناس لو ماكو ناس أكو ناس زي أنت تيجي تنتقم وتنتصر للقرآن الكريم ولا تبالي بمفاهيم القرآن هذا لا يعتبر انتصار للقرآن كم من قارئ للقرآن قارئ كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه ليش لأن لا يطبق ما فيه القرآن يقول صيروا حسينيين تقول لي جاء تتطرف لا 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 حسينيين يعني صيروا قرآنيين يعني قلنا ونقول والرسول يقول وأهل البيت يقولوا كانوا أصلا الحسين شريك للقرآن السلام عليك يا شريك القرآن في الزيارة الرجبية في عدد كثير أنا شفت حقيقة من الزيارات أن القرآن الكريم هو الحسين هو شريك للقرآن الكريم عليه السلام أنه عليه السلام مندمج مع القرآن لا يفارقه لا يخالفه أنه شبيهه ومثيله وأن القرآن الكريم والحسين عليه السلام يشتركان في 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 المضمون وفي الهدف الأساسي هو في الدعوة إلى الإصلاح وكما قلنا لكم شوف أن لقب يعني لقد أطلق في الروايات على أهل البيت عليه السلام عموما بأنهم شركاء القرآن كما أطلق على الإمام الحسين عليه السلام وعلى الإمام صاحب العصر والزمان وجاء في الزيارة الجامعة السلام عليكم أئمة المؤمنين وسادة المتقين وكبراء الصديقين وأمراء الصالحين وقادة المحسنين وأعلام المهتدين وأنوار العارفين وورثة الأنبياء وصفوة الأوصياء وشموس الأتقياء وبدور الخلفاء وعباد الرحمن وشركاء القرآن والإيمان ومعالي وشفعاء الخلائق ورحمة الله وبركاته في زيارة أول رجب السلام عليك يا شريك القرآن في النصف من شعبان السلام عليك يا شريك القرآن لكي نصبح أتباعا للحسين عليه السلام لأن الحسين قرآن ناطق علينا أن نصبح أيضا نحن قرائين ناطقة ويتجسد فينا حديث الإمام الصادق عليه السلام كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم كونوا لنا دعاة صامتين في الكثير من الأحيان أنت صمت داعي تحكي يشوفون يقول هذا القرآن الناطق يتحرك على الأرض هذا يجسد الإسلام هذا يمثل الإسلام وهذه وظيفة عند ذلك نكون بالفعل قد انتصرنا للقرآن وقد انتصرنا لنسخة من القرآن أحرقت أو قسيئة لها لا من تلتزم بالمضمون وتعد العدة تعدوا العدة عدوا لهم ما استطعتم من عدة وهذه فيها الكثير من الأمور تكون نقعد نفكر أنا أدعو من هنا المفكرين الكتاب الصحفيين الأساتذة الجامعيين كل من لديه رأي أصحاب الرأي تعالوا نقعد نسوي تجمعات الدعوة لكي نصبح حسينيين حتى الظهور لكي نصبح كالحسين كما هو قرآن الناطق واليوكي ندافع عن القرآن بالأعمال بالأفعال هم يقومون بالمنكر نحن نفعل الصواء الصالح المعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أساسياته أن نبدأ بأنفسنا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة لقد أثبت الإمام الحسين عليه السلام في أرض الواقع عدم انفصاله عن القرآن فكان يتلوه آناء الليل وأطراف النهار وكان يستشهد بآياته طيلة حركته ونهضته وقبل ذلك وكان لأصحابه ينصحهم باتباع القرآن بأن يستفيدوا من القرآن في الدعوة دعوة الآخرين وهذا هو الدهج الذي يجب أن نتعلمه من الحسين عليه السلام لأن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى عندما تدعو الناس ليكونوا حسينيين يعني أنت تدعو الناس ليكونوا قرآنيين وعندما تدعو الناس ليكونوا قرآنيين فأنت تمخد لظهور الإمام الحجة بن الحسن حتى أولئك الذين لا يؤمنون لنفترض جدلا لا يؤمنون بوجود إمام أو بغائب أو بالنتيجة يؤمنون بالمصلح الكل في العالم يؤمن بالمصلح لكن لكي تهيئ الأرضية للمصلح علينا أن نكون أيضا صالحين أن نكون صالحين لأن المصلح يريد أدوات صالحة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وحن غير حسين ما عندنا وسيلة فكر بيها بدقة يا دقة يا ماتا